في تقرير لها دعت فارين بوليسي واشنطن إلى فصل مسار المفاوضات النووية مع إيران أي فصل الاتفاق النووي عن القضايا الإقليمية كما خلص حلفاء الولايات المتحدة بالفعل إلا أن واشنطن لن تكون قادرة على معالجة دور إيران الإقليمي في سياق المحادثات النووية وعدت الصحيفة أن ما يعرقل العودة إلى المفاوضات هو الإصرار على صفقة شاملة وإشارت إلى أنه رغم الجولات المتعددة للمفاوضات إلا أنه في فيينا طبعا إلا أنه لا تزال الحكومتان في طريق مزدود وهناك في الواقع قلق متزايد من أن الوقت ينفد وإشارت إلى أن إيران تقترب بسرعة من نقطة العودة في برنامجها النووي خصوصا بعد توصل طهران لاستنتاج بأن الحكومة الأمريكية من غير المرجح أن ترفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وحذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى أولا تفاقم الأمن الإقليمي سترد إيران بصراع جديد في لبنان وسوريا والعراق بالإضافة إلى استفزازات تصعيدية تشمل منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أو في الشحن أو في أعالي البحار ثانيا المزيد من الضغط الاقتصادي على إيران وتخريب منشآتها النووية